في حين اتجهت كل الأنظار اللبنانية إلى الحدود البحرية الجنوبية إلى حين ترسيمها تغيب الدولة عن الحدود البحرية الشمالية والغربية وإن كانت اتفاقية عام 2007 مع قبرص ومراسيمها رسمت الحدود البحرية على قاعدة الخط الوسطي بين البلدين لكن تم نقضها عام 2022 إذ شكلت لجنة وزارية خرجت بخلاصات مغايرة تكشف خسارة لبنان لمساحة بحرية هائلة المرسوم 6433 اللي نعملته الحكومة في 2011 قصم المنطقة القصادية الخالصة بين لبنان وقبرص حسب خط الوسط الحكومة اللبنانية في 2022 قالها فيت لجنة هاللجنة أصدرت توصيطها وقالوا لازم الترسيم مع قبرص يكون على تناسب أطوال الشواطئ اللي بربحنا 2643 كم زيادة الحكومة اللبنانية لحد هلأ من 2022 ما صار فيه تعديل المرسوم وإذا ما أتعدل المرسوم رح يصير فينا مثل ما صار فينا بموضوع التفئيل اللي عملت مع أسرائيل أولى الخطوات تعديل المرسوم الذي ينص على الحدود بين لبنان وقبرص وثانيها إعادة المفاوضات لمحاولة تحصيل الحقوق اللبنانية وآخر الدواء اللجوء إلى التحكيم الدولي لاسترجاع ألاف الكيلومترات التي خسرها لبنان نحن منتسبين للتفئيل المتحدة لقانون البحار 82 وهنا كمان عحس شو بيقول لقانون الدولي بنعمل ما هلأ المحاكمة الدولية عم تاخد التناسب والعضل والأنصف يعني بين ليبيا ومالطة تناسب أطوال الشواطئ خليج مين بين الولايات المتحدة وكندا أخذوا تناسب أطوال الشواطئ ليش نحن برنا نتناسب عن حقوقنا؟ من روع التحكيم ما نحن شو خسرونين ما اخدين قد نحقوقنا يبحث لبنان عن الغاز على حدوده البحرية الجنوبية ووسط المماطلة والتسويف يتناسى الجميع أن بقية البلوكات قد تحمل الفرج المنتظر وبدلا من خسارة أكثر من ألفين كيلومتر مربع قد تحوي ثروات في مقابل التركيز على حدود دون أخرى على الدولة تحصيل كل شبر تستطيع إليه سبيلة